بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الثالث السينوي الصناعي الأقسام الصناعية والتعليم المزدوج أهلا ومرحبا بكم الغلاف اللي قدامك ده غلاف كتاب الصف الثالث الصناعي مكتوب عليه تحت students book 3 يعني الكتاب الطالب للصف الثالث English for Industrial Schools يعني أنجليزي للمدارس الصناعي ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل الجرس علشان يصي لك كل جديد وللتواصل واتصل استفسار عن أي حاجة موجود عندك على الصفة تعال بينا بسرعة نخش على الدرس الأول في unit 1 unit 1 بيتكلم عن حاجة اسمها materials المواد أو الخامات اللي أنا بصنع منها الأشياء موجودة عندك على الصورة موجود اتنين من الشباب واحد اسمه صلاح واحد آآ تاني اسمه أحمد تعالوا نشوف الحوار اللي ما بيين اللي اتنين دول بيقوله ايه صلاح موجود في الوازع اليدك اليمين كده في الديالوج ده صلاح بيقوله احمد look at my one safe board do you like it احمد انظر الى لوح التزحلك بتاعي عقبك احمد look at my one safe board do you like it ترد علي احمد قالوا yes it's fantastic what's it made of قالوا ايوه عجبني جدا ده لذيذ وجميل هو مصنوع من ايه what's it made of what's it made of تمام هرد صلاح هيقوله ايه it's made of plastic foam المصنوع من البلاستيك foam and it's covered with fiberglass وكمان مضغطي بمادة اسمها fiberglass احمد قالوا why is it made of those materials why لماذا هو مصنوع من هذه المواد او الخامات صلاح قالوا the plastic foam is light the plastic foam خفيف it floats easily on the water انه انه بيطفو بسهولة على الماء and it can't sink مش ممكن يغرق the fiberglass is very tough the fiberglass is very tough يعني متين جدا it can't be broken easily مش من السهل انه هو يتكسر it can't be broken easily ده التمرين الاولاني اللي في صفحة خمسة الحوار لمبين صلاح واحمد وخلي بالك شا مهم وبيجي كتير في الامتحانات التمرين التالت بيقول ايه make meaningful sentences اعمل جمل مفيدة ذات معنى هنقرأ العمود الاولاني اللي موجود عندك باللون الازرق fiberglass steel rubber glass ونايلون الفايبر glass هايكي معها ايه من العمود التاني العمود التاني مكتوب في ايه ال verb to be is والنفي بتاعه والnegative بتاعه isn't has and doesn't have دول خاصين بحاجة اسمها verb to have breaks وبند breaks يعني الكسر وبند يعني التاني و doesn't break او doesn't bend ما بتكسر ش وهو ما بتانيش can be broken can be bent is و isn't زي الجملة الاولى خالص is تاكير تاف و نمتين flexible يعني marine تاف نس المتانة و flexibility يعني المرونة فرق بين flexible و flexibility flexible ده marine إنما المرونة ذات نفسها flexibility و easily يعني بسهولة وطو بريك النواق الكسر وطو بند يعني يتنى تعالى نكون بالفايبر جلاس عدة جمل وده هتاخده الهومورك بتاعك او الواجب بتاع انا هاخد الفايبر جلاس هقول ايه فايبر جلاس is tough يعني الفايبر جلاس متين يكون متين تمام طيب فايبر جلاس isn't flexible هو ليس مارين يمكن اقول عليه متين في نفس الوقت هو ليس مارين يقولها بالنوع ده الاولاني فايبر جلاس is tough او اقولها بجملة تانية او بشكل تانية او بطريق تاني فايبر جلاس isn't flexible تمام خده is و isn't وتيجي مع الادجيكتفز اللي هو الفايبر جلاس اللي هو الفايبر جلاس has و هتقول tough toughness طيب ما استخدمت الفيرب to have استخدم toughness طيب استخدمت في المرحلة الاولى is تاخد tough استخدمت has يبقى toughness واضحة طيب فايبر جلاس فايبر جلاس فايبر جلاس doesn't have have او will be to have flexibility flexibility ناخد النوم بتاع طيب نقوله فايبر جلاس breaks easily بيتكسر بسهولة فايبر جلاس bends easily بيتكسر بسهولة او بيتتنى بسهولة طبعا مش مش شرط الفايبر جلاس ممكن نقوله الكلام ده على الرابر مثلا او او النايلون انما احنا باخد بس مثال في الجرامر على الكلمة الاولى الفايبر جلاس وبطبع عليها القاعدة كلها وبعد كده انت عندك كم مادة واحد اثنين تلاتة اربعة خمس مواند هتطبع عليهم وتكتب جمل ولازم تبعتهم لي على الواتس بالشكل ده انا عملنا جملتين في الاول في الفايبر جلاس مع وعملنا جملتين بالهاز والدوزنت وعملنا جملتين مع تعالوا نشوفوا مع اه الفايبر جلاس دوزنت بريك ازلي وهتحط اس هنا بقى لان انا قلت الاس خليتها الدوز دوزنت بريك ازلي او فايبر جلاس دوزنت بند ازلي طب لما نيجي نستخدم بقى كان بي او كانت بي باستخدم التصريف التالت للفعل يعني فايبر جلاس كان بي بروكن فايبر جلاس كانت بي بنت ازلي واكمل الجملة ازلي مش ممكن نتكسر بسهولة او مش ممكن يتكسر يتنق بسهولة واضح طيب لو فيه اي استفسار يا اما تبعث تعليقك على القناة يا اما تبعث على الواتس وانا سيب لك الراقم طيب فضل لنا is و isn't اللي تحت فايبر جلاس فايبر جلاس is easy to break فايبر جلاس is difficult to bend فايبر جلاس isn't ها impossible to break ليس من الصعوبة انه يتكسر تمام ليس من الصعوبة انه يتكسر تلاقي نفسك في الفايبر جلاس لوحدها كونت بتاع حوالي 10 جمل او اكتر تاخد الستيل وتمشي معاك بنفس الجمل والربر والجلاس اللي هو الازاز والنيلون والربر اللي هو المطاط وسبق ان احنا قلنا الكلمات وعملناها في جداول وبعد تالي على القناة برضو في ده الاستسابق على يونت وان اخر حاجة في الصفحة دي وفي موضوع ده السنة النهاردة التبليل لكام 4 بيقول give nouns for these adjectives يعني give يعني يعطي nouns الاسماء for these adjectives اللي هذي الايه السفات طبعا كاتب لي tough هتخليها toughness موجودة ومقررة في الصفحة كتير flexible تبقى flexibility تجيبها من الجدول light تبقى lightness وheavy شيل الواي حط i n e s s تبقى heaviness heaviness خلاص hard hardness زود n e s s strong تبقى strength s t r e n g t h كلام ده يتقرى ثلاثة أربع مرات يتحفظ الكلمات ويتحفظ حكاية النون والأدجيكتفز لأنها مهمة جدا وخلي بالي الجدول ده مهم جدا اللي هو بتاع التامن لكم ثلاثة لازم اعرف امتى احط is او isn't او has او doesn't have او breaks او bend او doesn't break او doesn't bend can be broken ممكن بقي يجي جل في الامتحان fiberglass can be نقط break breaks broken هتقول لها ده مستر أنور قال لي في أول السنة can be تيجي معها broken can be تيجي معها broken تمام easily بيجي في الاختيارات والطالب اللي بيذاكر الكلام ده وبيحفظه بيبقى بالامتحان اللغة الانجليزية بالنسبة له سهل وبكده نكون انتهينا من الدرس الاول unit 1 والى اللقاء في الدرس التاني ان شاء الله